إنها مايا سعد العونية النشيطة مندوبة التيار في كلية الأداب التي اعتصمت وتعرضت للضرب والاعتقال والاستجواب في زمن الوصاية السورية اليوم وبعد 16 عاما من النشاط السياسي في صفوف التيار الوطني الحر تجلس مايا بهدوء مع ابنتها ماريتا حزينة على تلقيها عبر الواتس أب خبر طردها من صفوف التيار الذي آمنت يوما بعماده وبتغييره وأصلاحه تلقيت تليفون من جمعتين أنه عندي لجنة تحكيم قدمت دفع شكلي طلبت فيه أنه يكون التبليغ خطي لأنه على التليفون منه أنوني يبعثوا لي عن طريق الواتس أب صور ورقة مصورة مكتوب فيه أني مطلوبة على لجنة التحكيم والسبب هو بعد كتباتي على الفيسبوك مش معروف من مين مش ممضية بتلقى تليفون من المركزية أنه أنا إجا قرار طرد من التيار من قبل رئيس الحزب ولجنة التحكيم أنا البطاقة خزقتا لأنه هيدا البطاقة هي حزب أنا بطلت مع ترفي بهيدا الحزب حزب الصهر أنا تيار وطني حر أنا التيار هني فصل حالهم فصل مايا هو أول فصل لناشطة في التيار الذي يبدو أن عنقوده آخذ في الانفراط نتيجة الاعتراض على كافية وصول الوزير جبران باسيل إلى رئاسة التيار أول فصل في التيار بعد انتخاب رئيس له في آب 2015 كان من نصيب الناشط باتريك رزألة تبعه فصل الناشط أجوب منيساجيان ومع تصاعد الأصوات العونية المعترضة على أداء باسيل طرد الناشط أنطوان مخيبر في حزيران الماضي تبعته في تموز المنصرم موجة طرد الناشطين زياد عبس وأطوان نصر الله ونعيم عون وليس آخرها طرد هشام حداد ومايا سعد مايا شو بتقولي له للجنرال انت المدرسة اللي تخرجنا منا نحنا جيل عون انت علمتنا على الصراحة انت علمتنا نقول الحقيقة ولازم تنتبه على شغل لأنه نحنا كمان عم ننقمع مثل ما نقمعنا أيام السورية نحنا كمان عم بيجربوا يسكتونا مثل ما جربوا أيام السورية نتمنى أنك تلتفت لألنا لأنه نحنا أولادك التيار الوطني الحر واضح في موقفه موجة الطرد ستشمل كل من يخالف مثاق الحزب بالتيار أنا أنا ما لا حابة ليكون في معارضة التيار بدو يظل عيش على الديمقراطية وبدو يظل يجدد حاله وينظف حاله ستة ناشطين استدعوا للمثول أمام الهيئة التحكمية فمن يكون التالي باريند عبوس قناة الجديد